بيتك بيتك ضف المجد إلهنا إشارة كنيسة بيتك هو سيدك وسط الرحلة والغربة ملكت يا صعيم دب في بيوتنا عيشي ليسوع نبقى شهادة لكل جموع هدفنا مدو وإسمو وحدو نبقى مثلو للربوع نفيضنا عيشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع هدفنا مجدوء اسم وحدو نبقى مثلو للربوع اني بتنا طوبة طوبة صلاة الله ستهادنا حسوبة تسفحتنا ليك محبوبة بالسعب تمسح دموع بالسعب تمسح دموع بتنا يا ربي بيتك اهلا بكم اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك بيتك مستطين ان احنا نكون مع بعض تاني علشان نكمل مع بعض السلسلة اللي بدقناها النهاردة الحلقة التالتة من موضوع التبول اللا ارادي النهاردة نختم التبول اللا ارادي بالعلاج والحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا عايز اراجع كده بسرعة شديدة هم يعني موجودين على موجودين على اليوتيوب موجودين على الصفحة عندي صفحتي الفيسبوك ناصر شكري ممكن حضراتكم ينفع ترجعوهم لكن بسرعة عايز اقول لحضراتكم ان احنا اتكلمنا عن التبول اللا ارادي وقلنا ان هو انسياب انسياب في البول بعدم قدر على التحكم وتكلمنا عن الانواع قلنا ان فيه انواع اوليا ان فيه ولد بيبقى عنده التبول مش بيقف التبول لا ارادي مش بيقف من اول من اول سن يوم يعني الى الى خمس سنين او اربع سنين وبعدين قلنا سانوي اللي هو ممكن يتوقف فترة ويرجع تاني وقلنا ان فيه تبول الليل وتبول النهاري وتبول بالليل والنهاري وكمان قلنا ملحوظة ان الاكسر عرضة للتبول الليل الا ارادي هما الولاد اكتر من البنات ودي لاسباب عضوية في تركيبة تركيبة الجسم يعني وتكلمنا كمان عن الاسباب وقلنا ان لا فيه اسباب عضوية بتخص بعض الخلل في الجسم وفيه اسباب نفسية ودي لعوامل البيئة وعوامل الاسرة اللي موجودة وتكلمنا ان العوامل النفسية هي من اهم العوامل اللي بتكون سبب من اسباب التبول اللي ارادي عشان كده لازم نخلي بنا جدا تكلمنا عن التفكك الاسري وتكلمنا عن الضرب وعن القصوة وتكلمنا عن الخوف وعن التخويف وتكلمنا عن المدرسة والمخاوف بتاعتها والحضانة اسباب كتير جدا نفسية هي اساسية وتكلمنا كمان عن الاسباب الجينية وقلنا ان الاسباب الجينية دي ممكن يكون لزا كان الاب او الام مروا بالمرحلة دي في طفولتهم فممكن يكون لها تأثير وتكلمنا كمان عن الاسباب السلوكية وقلنا ان في بعض مثلا على سبيل المثال المشروبات زي المشروبات الفوارة الببسي والكول او الشاي والقهوة الحاجات اللي فيها الكافيين دي ممكن تسبب تباول لا ارادي امور كتير جدا اتكلمنا عنها في الحلقة الفاتت النهاردة عايز اختم معاكم الموضوع التباول لا ارادي وفي الحقيقة انا عندي ارتياح شديد لان عندي احساس كبير ان احنا غطينا الموضوع ده بالنسبة على الاقل يعني تسعين في المية تقدر حضرتك تبقى عندك مرجع ثلاث حلقات دول ينفع ترجع عليهم مش بالضرورة يكون عندنا الحالة دي في البيت وانا عايز برضو انبه على النقطة دي شوية يعني ان الموضوعات اللي احنا بنقشها موضوعات الاسرة موضوعات التنشئة وموضوعات البيت والولاد حتى لو ما كانش عندك انت بس ينفع من خلال استفادتك او من خلال استفادتك لها ان انت او انت تفيدي حد تاني او الموقف ده هيجي هيجي قدامك يوما ما هيجي قدامك يوما ما علشان كده واحنا بنتكلم عن التبول اللا اراضي النهاردة عايز اختم معاكم بطرق العلاج طرق علاج التبول اللا اراضي في الحقيقة ان الاطباء بيؤكدوا ان التبول اللا اراضي ده اثناء النوم ده مش مرض لكنه عرض يعني امر بييجي فترة ويمشي تاني واحنا عايز اذكر حضراتكم ان من اول يوم لغاية ثلاث سنين ما نقدرش نقول ان ده مشكلة خالص لان ده امر طبيعي جدا لا نضع في الحسبان على الاطلاق ما نفكرش فيه ما نرتبكش فيه ما نقلقش منه خالص لكن تبدأ شكلة لازم تتعليق حتى لو حصلت حتى لو حصلت مرة واحدة يعني قلت حضراتكم مرة طبعا بيقولون ده امر عارض يعني لكن اذا تكرر البول في 8 سنين في عمر 8 سنين احنا كده محتاجين ان احنا ناخد طرق تاني للعلاج يمكن هنتعرض لها يعني بعد شوية وطرق العلاج عندنا طريقتين لعلاج عندنا خطين من خطوط العلاج عندنا علاج سلوكي وعلاج دوائي العلاج السلوكي حاجات احنا بنقوم بها وهو ده الاكتر وده احنا بنلجأ بداية بالعلاج السلوكي لان العلاج السلوكي ده بيوفر علينا حاجات كتير جدا اكتر اكتر الناس يمكن توصل لنسبة 80% من الناس اللي تعالجوا علاج دوائي بيرجع بعد فترة يجيلوا تاني وياخد العلاج وهكذا الى فترات مش على طول يعني بالرغم من ان العلاج السلوكي ياخد وقت طويل يعني ممكن العلاج الدوائي مثلا ياخد 3 اسابيع من 3 اسابيع ال 4 اسابيع يجيب نتيجة لكن العلاج السلوكي ممكن ياخد شهور معانا لكن الشهور دي مفيدة جدا عشان ما نلجأ ش ما نقع في مشكلة الاسار الجانبية لل للأدوية العلاج السلوكي نمر واحد احنا محتاجين ان احنا نوعي الابوين ببعض الامور يعني بابا وماما لازم يعرفوا ان المشكلة مش المرض لكن خلينا اقول العرض الامر العارض الامر ده اللي جاي لوقت يمكن يكون شهور او سنة او اتنين بالكتير يعني ان هذا الامر سوف ينتهي عشان كده احنا علينا ان احنا يكون عندنا شوية وعي قلنا الحلقتين اللي فاتوا كتير جدا ان الولد ملهوش زنب فيها 99% ما عندوش اختيارات يعني هو مش مختار هو نايم فقام لقى نفسه كده فعلشان كده بلاش الاعقاب من دون العلاجات السلوكية عايزة ولحظاتكم بلاش بلاش نخلي الموضوع موضوع عام خلي الموضوع بين الام او الاب والولد بس يعني بلاش نتكلم قدام اخوات ولا قدام تيتا ولا بتاعه بلاش نحرجه بلاش نخلي الموضوع قضية نتكلم فيها خلي الموضوع قدر الامكان على قد ما نقدر خليه يكون سر بنا علشان الولد يحس بهدوء ويحس بامان ويحس بطمأنينة يحس بعدم حرج ودي واحدة من طرق العلاج ان هو يحس بهذا السلام وهذه الطمأنينة ونتأكد ونقول للولد ونتكلم معاه ونقول ان ده امر عارض ان ده وقته الامر ده كمان كمان هيخصل هيخلص وما نعاقبش الولد او نحاول ان احنا نحرجه بعض العلاجات فيما يخص الاكل والشرب هنحاول نقسمهم شوية احنا قلنا فيه علاجه يخص توعية الاباء ان احنا ما نوبخش الولد ما نكلموش احنا ما كمان ما نرتبكش ان احنا ما 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 نطرحش الموضوع قدام الناس مهم جدا في موضوع الاكل اللي احنا بنعملها يبقى في العلاج ما نعملهاش تبقى علاج يعني السبب لما يتوقف هيبقى علاج فمثلا في الاسباب قلنا ان ايه شرب المياه كتير شرب المياه الغازية شرب الشاي والقهوة والشوكولاتة دول عشان فيهم كافيين وفيهم مسلزانسين المواد دي العلاج بقى ان احنا نقلل نقلل ويا ريت يكون ما نشرب شكميات كبيرة قبل النوم بساعتين او ثلاث ساعات قبل النوم بساعتين او ثلاث ساعات ما نشربش مياه كتير نقلل كمان نقلل مش نمنع من اكل اللحوم اللحوم بتخلي البول حمدي وده عكس اللي احنا عايزين واحنا عايزين البول يكون قاعدي لكن اللحوم لما يخفها شوية تساعد معنا في حل المشكلة ايه كمان مهم جدا ان الاكل بتاع الولد يكون اكل صحي مفوش توابل كتير مفوش املاح كتير مفوش سكريات كتير ونزود من اكل الخضروات ولما نتكلم عن الخضروات نفتكر ان الخضروات اللي مش مخصولة كويس او اللي مش مطبوخة كويس بتسبب او احدى اسباب الدودة الدبوسية يعني احنا لما قلن نأكل الولد خضروات يبقى لازم الخضروات دي تكون مخصولة كويس كمان ينفع ندي الولد انا بكلمتكم كده على على النظام الغذائي يساعد كتير جدا بعض الالياب زي العش القصمر والنخالة والبدنجان والامور دي كلها ما يخص طوعية الاباء اتكلمنا فيه ما يخص الاكل والشرب هدينا قلنا فاضل حاجة تاني كمان عايز ارجع لها او عايز اأكد عليها واحدة مهمة جدا للاتنين للولد وللام كمان رد فعل الام رد فعل الام الام لازم تكون صبورة لازم تكون هدية مش لازم الضيق والقلم انا عارف انا عارف ان كون الام يعني بتبقى منظفة وكده او غسلة وبعدين فجأت بصلى الولد هو وهدوم ومرات السرير وطبعا من ضمن ايه يعني من ضمن الامور الاحتياطية ان احنا بنحط حاجة مشمعة او حاجة تحتيه حضراتكم طبعا قدرب الامور دي كتير جدا المهم جدا ان هدوء الام ان الام تاخد الامر ده ان ده امر عارف حاجة وهتخلص فبلاش تكون متزمرة وبلاش هي تعتبر ان هي مشكلة وطول ما هي نيمة او هي اول ما تقوم الصبح اول حاجة تجري تشوف الدنيا يعني مبلولة ولا لا يستحسن جدا يستحسن جدا ان الام تقبل الامر ده بصدر رحب وبهدوء وتقبله ان هو امر واقع وهي مرحلة مرحلة وهتخلص واحدة من مسئلات الام كمان مسئولية الام ان هي تهتم بنظافة الولاد لان النظافة بتاعته وتساعده على عدم التباول اللا ارادي لان الحفضات الحفضات او النفس اللي مش نضيف بيشجعه فهو يعني ايه عادي مهدينيه كده يعني زي بعضيها كمان التنظيف المستمر يمنع يمنع الالتهابات ويمنع الاصابات بالعدوى الام كمان عليها ان هي معلش تتعب يعني معلش تتعب عشان ابنها ان هي تبزل مجهود شوية تصحي الولد والحل ده مهم جدا 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 الحل اللي هقوله دلوقتي مهم جدا جدا ان هي تصحي الولد على فترات فترات متبعدة وليكن مثلا بمين ساعتين لثلاث ساعات بالليل علشان يروح دورة المية او يروح الحمام فهو قبل ما يدخل قبل ما يدخل ينام لازم ندخله لازم ندخله يتبول وبعدها بساعتين او بتلاتة ياريت كل ساعتين طبعا ده امر شق امري صعب معلش هنتعب نزبط منبه معلش هنتعب يمكن نتناوى بالموضوع يعني انا مرة بابا مرة لو عندي حد من اخواته الكبير مرة نعمل كده علشان نساعده نساعد ابننا ان هو يتجاوز المرحلة دي علشان نساعد ابننا ان هو يتخطاها بدون اضرار بدنية عضوية ولا التهبات ولا تعب ولا كلام اللي بيقوله ده ولا علاجات تجيب اثار جانبية وكمان نفسيا ومعنويا المرحلة دي تعدي فمعلش هنتعب حل مهم جدا حل مهم جدا غير ان احنا اللي احنا قلناها المسئولية والاكل والحاجات اللي احنا قلناها دي ان احنا نخلي فيه وقت كل شوية كل شوية صحيه كل شوية صحيه وبالمرة كده طرح ما احنا بنتكلم عن كل شوية صحيه عايز اقولكم على ملحوظة مهمة جدا 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 مرات نصح الولد نشيله نقومه نودي نودي دورة المياه نودي الحمام ويتبول هو مش حاسس دي مشكلة كبيرة جدا لان دي بتساعده ان هو يتبول لا اراديا لان هو هو نايم بيتبول لا اراديا وهو وانا شايله هو بيتبول فهو مش حاسس فنفس الاحساس هو هو ما بيختلفش فلازم اتأكد على قد مقدر على قد مقدر نتأكد ان هو صحي ان هو فايع ان هو حاسس نكلمه نلعبه نقدم له حاجة ندين مثلا يشرب شوية مية او يشرب عصير او ياخد مثلا حتة بسكوت ايا كان بس لازم الولد يكون يقص مهم جدا مهم جدا فكرة ان هو يكون ان هو يكون مستيقص دي طب ايه الخطوات الخطوات العلاجية في خطوات علاجية ان احنا نساعد الولد ان هو ينام عدد ساعات كفاية قلنا قلنا ان سبب من اسباب التبول اللا ارادي انه من العميق ان الولد اللي نومه تقيل اللي مش حاسس بحاجة فهو لما بيجي له الاحساس ده نايم فعلشان كده يفضل ان احنا نومه الظهر شوية فجسمه يبقى مستريع جسمه يبقى شبعانه فلما ينام ساعات ينام ساعات مش هيستغرق فيها قوي يعني ينفع مثلا ايه بعد ما يرجع من المدرسة او الحضوانة او او لو ما كانش بيروح قبل مسال يعني لو احنا بننام لو بننام مثلا الساعة تسعة ولا الساعة عشرة ممكن مثلا من خمسة لستة ونص من خنسة لسبعة يبقى نايم شوية فهو قايم بعدها بثلاثة اربع ساعات هينام تاني فجسمه جسمه السريح مش محتاج ان هو ينام نوم عميق وده برضو سبب من الاسباب اللي احنا ممكن نستخدمها واللي دي مسؤوليتنا احنا ان احنا نتابع الكلام ده حاجة برضو وقائي ان احنا ندرب الولد من سن ست شهور من سن سنة وست شهور الى سن سنتين ان هو يروح الحمام ويتبول ان هو يتدرب ان هو يعمل وعايز اقول ملحوظة هنا بعد اسبوع بعد اسبوع من المحاولات المستمرة دي كل شوية كل ساعتين كل شوية صبح ليل بعد شوية اخدو اخدو اودي 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 لو الفكرة دي فشلت وملقناش استجابة خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا لو ملقناش استجابة سريعة لازم نوقف لازم نوقف التدريب ده شهر ولا حاجة وبعدين نرجع تاني لان هو خلاص مفيش استجابة ما نضغطش عليه عشان الضغط ده في حد ذاته هو سبب من من اسباب الارتباك النفس او العاصب يعمل معنا تبول لا ارادة فعشان كده ندربوه لو ما استجابش بعدها بسبوع نستنى فترة ونرجع تاني ونرجع تاني نعمل كده المهمة كمان لو نعرف نعمل ان احنا ندرب المسانة ان الولد لما يشرب ماء لما يعوز وهو صاحي وهو مستيقظ اخليه يستنى شوية يعني مثال خلينا نبدأ مثلا بالعدد هو خلاص عايز دلوقتي عايز دلوقتي فقوله طب هيه طب نعدل غد خمسة واحنا نروح واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة خدنا خمس ثواني مفيش مشكلة خالص بعد كده نعدل غد عشر نعدل خمستاشر نعدل عشرين واحد كذا طول ما طولنا المدة دي احنا دربنا المسانة ان هي تحتمل فهو لما يبقى نايم ياخد وقت طويل مهم جدا التدريب ده انه مش اجري 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 اقول اجري اقول له اجري لا انا حتى لو حتى لو هو في الحمامة وفي دورة الميا اقول له ينفع نستنى شوية ينفع نستنى شوية برابو شاطر الولد بيحب الولد بيحب المكافآت وكلنا كده بنعمل مع ولادنا نكبر لهم الحاجات الصغيرة بيفروح بيقول له برابو شاطر يا سلام عليك ايه ده الشطارة دي وايه الجمال ده وايه الابداع ده ده ممتاز جدا بص يا بابا بص مش عارفين مش هنفضح طبعا يعني بس احنا قلنا في الاطار في الاطار الديق ان احنا نعمل كده كمان معالجة الامساك ان احنا نراقب الطفل الصغير بيجي له كتير بيجي له كتير حالات الامساك دي فاحنا لازم نتابع حالات الامساك نعالجها لان الامساك على طول يعمل على طول يعمل تابول لا ارادي في حاجة تاني برضو مهمة يمكن مش بناخد بنا منها اللي هو الولد لما بيستحمى يعني نشغله الحوض او البنيو يعني ايا كان نوجد ونحطله فيه شوية شامبو او شوية رغوة ونسيبه نسيبه بقى شوية او الرغوة دي تسبب تابول لا ارادي تعمل حرقان وخصوصا عند البنات وخصوصا عند البنات الاعدة في البنيو كتير دي مع الرغوة مع الشامبو سواء كانت الصابون او الشامبو او الحاجات يعني اللي بحسب ما احنا بنستخدم دي تعمل تابول عشان كده خلي بالك ما نطولش المدد دي لان دي بتعمل حرقان وحتى ساعات مرات مع مع الكبير يعني وهو بعد ما اتعرض لازرق عايز يتبول مرات اكتر يعني مرات اكتر فالولد بتيجي معاه بتبول لا ارادي العلاجات النفسية مهمة جدا في حاجة مش بناخد دينا منها في اسباب مرات تكون من صناعتنا احنا احنا اللي عملنا او احنا مش واغدين بلنا منها يعني ايه يعني مثلا انا بقول للولد انت لازل تروح دورة المية انت قوم الولد عايز يعمل بس القدى ضلمة خايف خايف مش هيقوم او المكان بتاع الحمام او دورة المية بعيد مش هيروح فعلينا احنا ان احنا ممكن نخلي في لمبة او في نور في القودة بتاعته او في الطريق اللي وصله خلي من مكان السرير لغاية مكان الحمام منور منور عشان يقدر عشان يقدر يروح وممكن كمان نقول ايه اندهلي اندهلي مثلا احنا في قودة جانب او حاجة مثلا يقول يا ماما يا بابا ايو حبيبي اه يلا بابا طيب روح انا منستنيك انا صاح اه وبعد شوية خلاص حتى وانا حتى وانا نايم على السرير اساعد ان هو يتحرج واذا ما قطرناش نعمل كده ينفع ينفع في حالات نخلي حاجة في حاجات بتتبع في الصيدليات يعني ان الولاد يعني ينزل من السرير يتبول فيها يعني ينفع بصوا بس خليه عدي المرحلة دي خليه عدي مرحلة مرحلة الاستسلام واحنا خلينا نعدي مرحلة اليأس ان خلاص وان دي في مشكلة فممكن مثلا نحط له حاجة جنب السرير او ننور القوضة او نخليه ينده علينا او نخلي المكان حتى في الاختيار اللي هو قط او المكان اللي بنام فيه يكون قريب يريب من الحمام يعني كمان من الاسباب النفسية يعني ان احنا بننصح بيها ان احنا نوفر اجواء هدية في البيت قلنا ان ايه الدرب والزعيق والخوف والحلقة اللي هي القبل اللي فاتت كل شهنوا من طيبين كانت احتفلنا مع بعض بعيد الام الحلقة اللي قابليها قلنا ان الولد الجهاز العصبي والجهاز المعرفي والجهاز الادراكي والجهاز الحسي عنده ده قليل صغير احتمالاته قليلة فبلاش نعرضه لمخاوف لأفلام رعب العراك لأصوات للحاجات كل ما هو رعب كل ما هو يخوف كل ما هو يقلقه كل ما هو يوتره خلينا نبعد وبعد عنه ويريد كل بيوتنا كل بيوتنا ما يكونش فيها يكونش فيها المخاوف دي كل بيوتنا ما يكونش فيها القلق ده كل بيوتنا يكون فيها الصوت الهادي ويمكن يمكن في مره من المرات نحتاج نتكلم في حلقة عن هدوء البيت وعن سلام البيت وعن تأثير السلام بتاع البيت في إبداعاتنا وفي حياتنا وفي سلوكتنا حتى في صلاتنا وفي علاقاتنا بربنا لازم لازم نحذر الأولاد جدا وإحنا إخواته أو الناس عاش معاه محدش بالبلد كده يعني محدش يعيره محدش يسخر منه محدش يستهزق بيه محدش يقول لازم انت بتاع معنافسك ده مش عارف هو حد يعمل كده برضو نعمل مشكلة الفترة دي فترة حساسة جدا جدا ممكن ممكن إذا كان إذا كان متاح إحنا نراجع الطبيب وأنا عايز أقول نراجع طبيب أمين لأن مرات فئة قليلة فئة قليلة جدا من الأطباء لما تروحوا لازم يكتب علاج لما تروحوا لازم يعني فبلاش دول يعني يعني ممكن حدولك لا ده الجهاز البولي بتاعه ما فيش أي حاجة وده عرض عرض طبيعي زي ما قلنا لو حسيت إن إن الأمر يعني إن الأمر يعني في في صعوبة يعني حيز أخد دقايق قليلة جدا أتكلم مع نوهنا شوية إن ممكن يكون التباول اللي الرضي ده الغاية 18 سنة يحصل في حالات 18 سنة وإن عايز أخد بعض الدقايق عشان أكلم لو حد من ولدنا عنده هذا الأمر إن هو كبير عنده مثلا 10 سن 10 سن وبيحصل وبيحصل معاه كده أنا بكلم دلوقتي حد مدرك الحل بقى ولا عند ماما ولا عند ظروف ولا عند حد في الفترة اللي هي من 4 سن لـ 89 سن كل الكلام اللي وجهنا كله اتكلمنا كل الخطوات وكل العلاج وكل الحاجات وكل الأسباب وكل المفاهيم كلها تكلمنا عند الآباء أنا دي بوقتي عايز أكلمك إنت أنا عايز أكلمك إنت الكبير كلمة كده كلمة كده في السر بيني وبينك في كلمة في السر كده بيني وبينك وإن كان عند البنات النسب قليلة جدا أنا كاب بقولك كده حاول أن أنت أثناء النهار اللي إحنا قلنا للأولاد الصغير أن 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 تحبس البول شوية يعني أن أن تدرب نفسك أن 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 تأخذ وقت أطول شوية أن أن تقدر أن تكبير أن تعرف وأنا مش عايزك أنا مش عايزك تخاف لأن ده برضو أمر ينتهي وأمر يلي لك حتى لو كان بالعلاج الدوائي فهو فهو برضو طبعا ليه علاج وإحنا هنتكلم دلوقتي في لحظات عن علاج الدوائي ففرغ المسانة بتاعتك فرغها كويس جدا يعني لما لما تقف اعمل يعني كله استنى شوية ما تستعجلش كمان أنصحك بأن أنت تتبول وإنت قاعد مش واقف لأن التبول وإنت قاعد يساعد أكتر على التفريغ أن أنت تتفرغ أكتر وخد وقتك هي مرحلة أنا بتكلمك كده عشان إحنا هنا عالج نفسي هنا ما نلجأ شمال لحد تاني ولا بتعول الكلام ده كله عايز ممكن نعمل تحليل بول عشان يعني نتأكد إن مفيش مفيش أملاح بص عالج المشكلة عالج المشكلة لوحدك أنت كبير أنت كبيرة ينفع تقوم وتغير وتعمل وخلاص حتى مش فكرة إن إحنا نخبي بابا وماما دول يعني دول إحنا ودول بيحبونا ودول بيخافوا علينا ودول هم هم الوحيدين اللي ستروا وغطى وهم الوحيدين اللي بيلاقوا علينا وهم الوحيدين اللي ستروا علينا لكن لو تعمل كده اعمل خلاص إنت مع نفسك وخلاص هقولك بقى نصيحة أخيرة يمكن اعمل رياضة مهم ده إلعب رياضة إلعب رياضات اللي فيها قوة رياضة رفع أسقال كمال أجسام جاري ماشي اعمل حاجات اللي تخلي تأوي تأوي عضلات وخصوصا يعني الرياضة دي أمر مفيد جدا عايز أقولك بقى حاجة تاني انسى الموضوع خالص أثناء اليوم عيش حياتك جدا إلعب وروح وذاكر وروح حفلات وروح لقاءات وروح مؤتمر وروح معسكر ما تخليش الموضوع خليش الموضوع سبب كآبة وقاعد في البيت وخايف لأن ده أمر أمر سوف يعني تعزف لحظات كده وليلا أخذ معاكم برضو إذا كنا تكلمنا عن العلاجات النفسية وعلاجات السلوكيول تكلمنا عن الأكل وتكلمنا عن دور الأم وتكلمنا عن دور نائحنا وتكلمنا عن بعض الحاجات اللي نعملها عشان تكون أمور وقائية برضو تعالوا نتكلم عن العلاج الدوائي لما كل ده يفشل يعني وما نلاقي الموضوع مستمر نبدأ نلجأ للعلاج للعلاج الدوائي والعلاج الدوائي ده بنقدر نعمله بحسب بحسب الظروف ما ينفعشي نستخدم ادوية احنا من غير استشارة الطبيب يعني ما ينفعشي احنا فلان يعني كان بياخدوا الدو دا ونفعل لان هي حالات اصلا ممكن يكون عنده مزانين دا التهب هنا دا مش عارف اعواق دا مش عارف مسانة دا دا فيه تهيق دا فيه دا فيه دا فيه حالات بقى ما هنالعلاج بحسب الحالة عشان كده ما ينفعشي ان احنا ناخد علاجات يعني مرات نستخدم واصفات بعض بعض الصيادرة الشاطرين فيه صيادرة شاطرين ينفع ينفع التدخل العلاجي بيكون بيكون العقار يعني العقار اللي هو مضاد للإدرار اللي بولي احنا قلنا نقص نقص الـ EDH الانتدائرتك هرمون وبياخد عقار يعوض يعوض الكلام دا كله احنا لازم برضو نتحقق من سلامة التب الولد يعني نروح عند نروح عند طبيب ونسأل ونستفسر يعني عايزين في الاخر يعني بيتك 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 برنامجكم يعني عايزة اقول بعض البعض النصائح القليلة جدا ان حتى لغاية 8 سنين 80% من الولاد يعني يوقف ويرجع تاني ما ترتبكش يعني بالكلام دا كله حاولوا تعرفوا السبب وانا عزخت معكم بالفكرة دي يعني ابني بيتباه وليراديا انا بقى شطارت ان انا اصنف هو ليه حال هو فى سبب عود وهل هو فى سبب المرضي هل هو خايف هل هو الان هل هو سبب هل هو البعد المكان ولا المسانع وليلة ولا مش مدرب ولا 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 لما تكتشف السبب لما تكتشف السبب تعرف تعالج انت وحدك تعرف تعالج انت وحدك ممكن ناقش الموضوع ده ما بعدينه اشوف ايه اللي حصل الولد ما سانيه الاسبوع اللي فات ما كانش بيتابه ولكن الاسبوع ده عمل ايه اللي تغيره اللي حصل خوفنا الضرب كالكزا شرب كزا اصلي شرب مية كتير اصلي مش عارف ايه اصلي نام يعني نقدر احنا نقدر احنا نصنف نقدر احنا نصنف الحدث ده انا بشكركم جدا عشان استحملتونا بس استحملتونا اللي في ايدتنا كلنا على مدار ثلاث حلقات ثلاث حلقات اتكلمنا عن التبول اللي ايراضي وانا عندي ارتياح ارتياح نفسي يعني من جواي وحاسس ان انا يعني قدام ربنا قدمت حاجة قدمت حاجة للأسر المصرية اللي عنده ولاد او اللي ما عندوش المعلم او المدرس قدمنا حاجة ينفع ثلاث حلقات يكونوا مرجع يعني قليل جدا غطينا الموضوع انا اداعي يعني ان احنا غطينا موضوع التبول اللا ايراضي ده بنسبة على الاقل 95% مش هتلاقوا حاجة كتيرة برا برا اللي هنا انا بشكركم جدا 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 وبشكر متابعتكم وبشكر محبتكم وبشكر تشجعاتكم وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتلاقى على خير نشوفكم على خير بيتك 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 بoton بيتك 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 بوبة �ناك ووكما لوكم بيتك بيتك tips نبقى مثلو للربوع في بيطنا عايشين ياسوع نبقى شهادة لكل جموع هدفنا مفدوء اسم وحدو نبقى مثلو للربوع في نيبتنا طوبة طوبة صلاة الله ستهاك محسوبة تسطحة ناليك محبوبة بالسعاب تمسح دموع بالسعاب تمسح دموع بتناليك يا ربي بيتك